أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا جاءنا لكم بعد هذا الفاصل صغير معكم أنا ران أبو جيلي وحلقة جديدة منكملها من برنامج عيش الآن على تليفزيون الآن وبعدها معي يعني ضيفت المميزة سولانج الراثة طبعا الإعلامية ورئيسة قسم العلاقات العامة والاتصال المؤسسة بتليفزيون الآن أنا كتير مبسوطة أن أنت موجودة معي أنا أكتر يعني غير الشغل هي كما حدومي ولذيذي وكتير easy to go easy going easy going خلينا حلق شوي نرجع لمنصة تعيش الآن أونلاين كافي طبعا لقيت المنصة اهتمام كتير بالجمهور ومن الصحافة أيضا بالعالم العربي طبعا خبرين شوي عن الموضوع والرهجة اللي أخلتها المنصة نعم لما أطلقنا لأنه هي الفكرة جديدة لأنه الموضوع جديد فلاقا كتير هيك استقطاب ولاقا كتير انتباه من الصحافة المحلية والعربية إذا بدنا نقول لأنه احنا متواجهين للجيل الشاب للشباب العربي بالعالم العربي وينما كانوا موجودين في كتير عم يصلنا إذا بدك أثناء أو حابين وعم بتابعونا وفيه تغطيات بكون للأخبار يعني من أخبار منصة كي شرقان أونلاين كافي وهذا شي بدل على أنه فيه نجاح يعني فيه فكرة جديدة وفيه تمييز والحمد الله يعني كمان من أصداء الشباب كمان عم نلاقي كتير يعني سماعة حلوة وعم نلاقي كتير أفكار إيجابية طب سولانج كيف هم توصلوا للشباب بمختلف أنحاء العالم طبعا نحن ذكرنا المسابقات بس هل فقط يعني من خلال المسابقات أو التفاعل على مواقع تليفزيون الآن مثلا فيه طبعا المسابقات يعني إحنا عنا المسابقات هي يعني جزء لا يتجزأ من القناة كلها كل منصاتنا على طول فيه مسابقات داعياً فيها الجمهور يشاركونا يشاركونا مبادرات دائمة بنطلقها عبر المنصات الرقمية وهيدا كمانا يعني الجوائز متل ما قلتلك الجوائز بتكون قيمة إن كان جوائز مادية وفيه أشخاص كمانا من مسابقات ومن مبادرات أطلقناها صاروا هلأ جزء من فريق عمل تليفزيون الآن وأخبار الآن وغرفة الأخبار أخبار الآن لأنه اليوم أنت لما تكوني شخص جد ولما تكوني أنت شخص متابر وشخص بيطعب على حاله وبيشتغل على حاله بتلاقي نتيجة يعني حتى لو بعد وقت أوقات الواحد بيحس حاله أنه أنا أنا عم بشتغلة عم بشتغل لحتى أوصل للي بديه بس ما عم بقدر بس ما لازم الواحد يوقف أبداً لأنه بيبين يوما ما عم بيبين هيدا الشغل نعم أنا بدي أقولك نحنا كيف عم نوصل للشباب وكيف عم نتعامهم غرفة أخبار الآن وتليفزيون الآن متل ما شفت أنت بتشوفي أسباعياً بتشوفي الشباب بروح الشباب بروح هيك الـ والدم جديد وهيك دم جديد ودم متجدد يعني فنحنا على طول يعني منسعى أنه يكون جزء من فريق عملنا هن من الشباب لأنه الشباب عندهم كمان هيك روح تغيير روح أفكار جديدة نتعلم نتعلم منهم لأنه هن يعني طريقة التعلم على يعني على هيدا الجيل مختلفة عن الجيل من اللي سبق فأكيد عندهم أفكار جديدة هن خلاقين كتير كريايتف وطبعاً بضيفوا إضافات كتير لفريق عملنا ولمحتوى اللي نحنا منطلع فيه شولانج انت عم بتقول لي هيك كتير كريايتف هيدا الجيل بس بي بعض الأشخاص بقولوا آمه هن بعضهم عم بيدلون على تليفوناتهم وعم بيدلون على آيباد واللاب وهيدا الشيء كتير عم ياخد من شخصيتهم ما عم بيخليهم كتير يكونوا اجتماعية مع العالم بس نحنا عم نشوف العكس تماماً لا العكس تماماً هلأ كل جيل يعني طبعاً بتلاقي أشخاص مميزين بكل مطرح بكل مكان بكل مؤسسة بتلاقي أشخاص مميزين يعني العمر طبعاً من وين جايين الانتماء الخلفية بس الشباب لأنه هن جيل السوشل ميزا لأنه هن جيل التكنولوجيا كانت الحياة عندهم شوي أسهل من الجيل اللي سابقاً لنحنا بدنا نحك نحنا وقتاً كنا بالمدرس كيف كنا ننبش وننبش ومكات ونخترع ونخترع فكانت الحياة أصعب شوي بالنسبة اللي قالنا هن أسهل بس عم بيستفيدوا من المنصات الرقمية ليطوروا حالهم ليتقدموا ومتل ما قلت لي كل شخص متل ما أنت بتزرعي بتلاقي فالأشخاص الجديين نحنا على طول بهمنا يكون بفريق عملنا أشخاص جديين أشخاص مسابرين ناجحين يضيفوا ونحنا كمان أكيد بدنا بيتعلموا منا ونحنا بنتعلم منا أكيد يعني هي من هي وين وين سيطواشن أنا بربح عندها بتربح تاتي نباتي